فإن شاء الله بكرة يعني رواحهم مبسوطين إن شاء الله رهان كريم على الجمهور ورهان على الفانيلا الحمرة وروح النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله تكون واحدة من عوامل حسب مواجهة بكرة هل تعتقد إنه مغامرة إنك إنت تهاجم سانداونز بكرة؟ يعني إحنا بقى يعني كلمنا عن طريقة لعبهم وعلى عناصر الخطورة طيب تعالوا نشوف الحالات لو جاهزة معنا نبدأ بالحالات يمكن حالات وإحنا بنتكلم كده توضح لحضراتكم وجهات نظر أحمد مصطفى اللي هيمسك سانداونز نهاردة ده ماسك سانداونز دس يعني هناخد من قوة سانداونز هناخد نوع الضعف سانداونز نفسية هي طبعا هنا وليامز الحارس سانداونز طبعا حارس عنده ثقة ومغرور إلى حد ما طبعا وغروره ده هتكلفهم كتير دعا هجيب لك اللقطة دي هو دايما غروره فإن السانداونز عندهم ثقة قوي بنفسه وإحنا ممكن نستغل السقة بتاعتهم دي فإن احنا نضغط عليهم ضغط عالي فيحصل كده اللقطة دي في الدقاءة تمانية وتمانين في اللقطة دي الناد الأهلي عمل ضغط علي ممكن بس يعني نرجع بس للحالة دي سواء نرجع ثاني واحدة نرجع بس سواء آه يعني هنا الناد الأهلي ضغط أنا عايز أجيب لقطة اللي قابلها بس سواء بص أفشاين هو تفتح سبرينت عشان أي لعب في الضغط العالي أي لعب هيكسل يبقى الضغط العالي كده صندوق زيادة ضربك بسهولة جد آه إحنا الثلاثة اللي في نص الملعب دول دا ديانج دا ديانج ودابير ستاو وأفشا وأفشا وبص طاهر برضو هيعمل دلوقتي طاهر هيجي دلوقتي يفتح سبرينت ما هو دا الضغط العالي إن ما ينفعش أي لعب يكسل فيه خالص هيولي ولعب واحد بيتضرب 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 ومعززات مع فرقة زي صندوق هيا دي المغاملة تبتكلم معنا مغاملة لازم يكون ضغط محسوب ومنفعش حد يكسل في المباراة دي تماما هيلعب لمكوينة مكوينة هيلعب الكرة المداو بص هنا أفشا ضغط طبعا خلاص بتقفد عليه زي هو التبريد كرة تلعب بره معرفش يخرج بالكرة داي بين الضغط العالي دا صندوق زيادة يعني الحل الوحيد أنت توقف صندوق زي هما تلعوش بالكرة إن تلعب كرة صندوق زيادة بالنسبة لهم خطر إن هما فرقة بتلعب دايما في القلب بص السكة بتاعته كرة معاك كرة جاء له بس خط بالك هنا اللي رابك هو أنه تضغط عليه من زاويتين يعني حتى ضغطت مودست قفلت عليه الزاوية التانية كان قراره فيه ارتباك شديد جدا جدا لأنه كان بياخد الكرة كان بيبص على زي ما قال العبلال على مكوينة لكن مودست طبعا هيقفل عليه الباص وبرستاو طبعا هيضغط عليه يعني بالذات بص هو أخطأ لكن الحصة حظن هي ايه تلعت برا طيب نكمل حالة بجيبلك بس الضغط العالي اللي احنا المفروض نشوف سانداونز في حالة الضغط العالي ده مبارات بترو أتليتكو بترو أتليتكو الأصفر وسانداونز الكحلي اللي هيلعب بيه بكرة بالمناسبة اللي هيلعب بكرة بلزي التقليدي و سانداونز هيلعب بلزي اللي ظهر في المشاشة بص نفس المشهب بتعاد تاني وليا بزي بيلعب الكرة وليا برضو بيلاعب الكرة المكوينة وهيدغط علي بتاع لعب ترو أتليتكو وهيروح يجيب جون هنا في مبارات الكاهرة اتنين اتنين مبارات الكاهرة اتنين اتنين سيزون الفات دولة سيزون الفات اتنين اتنين مزبوط فهيدغط الكرة على مكوينة نقطة عالي برضو هيدغط عب قادر بص هيدغط على الكرة دي انفراد طبعا وليام زي سود ihan اريب بص حالات الد annoy يعني نرجع بس تاني الحالة دي معنش من الاول بص يا حمد نرجعي بص الحالة دي تاني من الاول الحالة قبلها بص هنا الضغط العالي اللي يحصل على بص عب قادر الضغط البص هيتعامل طبعا عب قادر يتوقع البص ضغط عالي فهو bekطع عب قادر كامل حالا بعدها عب قادر قطع انفراد طبعاً اتصدد، بس يعني جون فده الحالات اللي صدف طبعاً ده حالات صندوزة مريضة ده في السادة الكهورة هنا في مباراة العودة في مباراة التنين اتنين المسلم اللي فات كامل حالة بعدها؟ ده مكوينة بس مكوينة في لعب قصاده اللي هو إلنبي رقم 11 جنبه جداً ده طبيعي جداً أي لعب هيلعب السهل أو يلعب الصريح لمين إلنبي بس مكوينة بيختار الحل الصعب يعني الحل الصعب اللي في القلب ده مكوينة برضو الكرة دي هتحصل الهدف أول هدف الكرة دي الهدف بتاع الهدف بتاع الهدف تليتر قطيتكو هيستلم الكرة ده برضو هنا ده مديبة بص بص اللي هيلعبها المين لا بص أنا أنا عايز اللاعب اللي هيستقبل الكرة بالضبط ده زكاء التحرك بين الخطوط هم بيتحركوا بين الخطوط النادي الآن بمنتهى الزكاء وكمان نرجع بس واني مش ممكن هنا مش ممكن هنا حد يستلم بالأريحات دي من مين برضو نرجع بس اللحطة الثوانية للأبلاق نقب هنا ثواني هنا اي حد طبيعي مش هيفكر يلعب لللاعب ده صعب الباص صعب جدا صعب الباص فيه ريسك كبير جدا لانه ممكن يتقطعب بسهولة جدا لكن هم عندهم سكن هو يلعب لك الباص ده لعبهم كله الريسك ده يعني بيخليهم دايما يوصلوا للمربع بأسهل الطريق هيتبصها طبعا هيتلاعب وكانهم قدامه غص حل سهل جدا جانبه لكنهم دايما بيختاروا الحل الصعب مين اللي عندنا هنا مين اللي قريب من هنا في الـ ده افشل ده افشل ده افشل لا الافشل على افشل على الشمال واناك برستاو وصلاح محسن لا انا بكلم على اللي ماسك لعب سانداونز القريب من هنا اخر لعب في الاهلي عف الكادر عليمين مروان عطيق مروان مروان هنا مروان يعني كان لازم يبقى مقرب يقرب شوي مد بالظبط لانه اللعيب اللي هو ماسكو مروان او اللي قافل عليه مروان مد دهره صعب جدا جدا الكرة يعني هنا مش موقف الكرة تروح له فيه الاقرب او الاوقع او الاسهل ان الكرة تروح للعيب اللي في نص الملعب اللي هو بين مروان وديانج مظبوط فهنا برضو دي قراية ملعب لازم مروان هنا يبقى مقرب او قافل على اللعيب ده اكتر استلم طبعا الواحد خالص وهلف حل بعدها مش بس كمان استلم معليش خليف الحدي هو مش بس استلم براحته وعنده وقت وعنده مساحة وعنده حلول يلف ويتحرك ده كمان عنده حل واثنين ازاي هيخد الخطة اللي بعد كده او هيسلم اليمين من الزبايله الباص ده ضرب اربع العيبة اللي احنا منكلم عنه افشا او الديانج ضرب اربع العيبة يباص واحد ده طريق لعب سندونس في اغلب المباريات دايما اللعب كله فيه مجاسفات كبيرة جدا نكمل طيب الحالة اللي بعدها في حالة تانية لا طيب نروح لحالات بلاي او ماشي بص يا احمد احنا انا المبارادي احنا مش هنقف كتير عند الحالات بس انا يعني استمتال ثلاث جزئيات الانضباط التكتيكي اللي كان على ماتش بكرة احنا هنحاول احنا الانضباط او الادوار التكتيكية اللي احنا ده تشكيل النادي الاهلي اللي دخل به على الورق تمام؟ الحالة اللي بعدها على طول بص يا احمد ده ده على الورق طب في ارض الملعب تمام؟ طب في ارض الملعب احنا قلنا على الورق شفت اربعة تلاتة تلاتة ده الثانية لسه تمانية وعشرين ده الرسم التكتيكي للنادي الاهلي اربعة تلاتة تلاتة زي مع على الورق تلاتة في نص الملعب وتلاتة اللي في الخط الامامي هنخش على الحال اللي بعدها ده مكوينة اللي في الدايرة مع لاعب النادي الاهلي ده مكوينة هتلاقي ان في كل كرة لعبة سانداونز بتعملها بتدور على مكوينة فانت حطط له واحد دايما قريب منه بيضغط عليه فهتبص كان الحل عند لاعب سانداونز ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل الباص لورا اه الحل اللي بعدها نفس الكلام اهو مكوينة اول ما استلم نزل على طول في ظهره لاعب النادي الاهلي محمد مجدي افشا وضغط عليه ولو الكرة معانا هتلاقي ان برضو بيرجع للخلف وده الدور او الايجابيات الكبيرة جدا اللي احنا نجحنا في مبارات الزهاب ان احنا نطبقها الضغط على سانداونز ان انت تلغي تماما لاعب زي مكوينة العقل المفاكر خش على الحل اللي بعدها بص يا احمد ده ثلاثي وسط ملعب النادي الاهلي مروان وافشا وديانجي التلاتة بص دايما كنت هتلاقيهم طول المباراة يعني احنا لولا الهدف احنا كنا هنخرج بعد المباراة دي نشيد بثلاثي وسط الملعب ومارس الكولر وادايا النادي الاهلي انك نجحت تعمل نتيجة ممتازة جدا في الزهاب ثلاثي وسط الملعب دايما كان ده شكلهم او تمركزهم ان انت واقف قافل تماما منطقة العمق مش هتقفل منطقة العمق غير بالصدادات اللي كان عاملها مارس الكولر بالشكل دوك خش على الحالة اللي بعدها احنا عايزين نعدي بص يا احمد ده التمركز ده او ده الشكل اللي كان عليه انتشار لعبي النادي الاهلي اه بص محمد مجدي افشا قال يوديانج برستا ووقفين التلاتة خط واحد بصلاح محسن هو اول واحد بيقابل والتلاتة على طول وراهم هتلاقي مروان عطية هو اللي قافل عشان لو اتضربت التلاتة بتقوم بص الملعب يبقى هو جاهز انه اه وهان يضامم على جوه ونزل ريدا سليم يسند معه يعني نموذج النادي الاهلي طبق حالات كتير جدا في اوقات كبيرة من المباراة نموذج للتمركز احنا دفاعيا يعني اجدنا في شرط الاول بشكل كبير جدا اللي كان متاخذ على اداءنا هنقوله دلوقتي يحسب عليه مارس الكولر يحسب عليه اللاعيبة ده اللي الجمهور بيقولوا انه تحولت رجباتنا ده بقى ده معانا ده معانا بص بقى هنخش على الحالة اللي بقى رغم انك انت وصلت على فكرة يعني وصلت بكورتين واحدة منهم كانت تطلع اتعادل في بريتوري بص معانا احنا ماشي بص بقى ده ده برضو بص دي الوقت عمالي عادي وده الانتشار محافظ مارس الكولر على سيستم اللاعب وفلسفة اللاعب بتاع بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ساعة تمانية تسع عشر لعيبة في التلت الهجومي لسانداونز والتلت الدفاع للنادي الاهلي بص يا تمركوس لعيبت النادي الاهلي طبعا الشكل ده محافظوا لا اكيد مش هتشوفوا ولكن انا عايز السادة المشاهدين يبقوا معانا في ايه ازاي مارس الكولر دخل المباراة وفكر في المباراة بص احنا لحد دلوقت الوقت بيعدي وانت لسه واقف التمركوس بتاعك لحد دلوقت مكانش في اي خطورة على مرمى النادي الاهلي انخش على الحلقة اللي بعدها بالنادي الاهلي ده بقى انت احنا بتكلم على تحولات الهجومية ده بقى اللي كان يعيب او ينقص النادي الاهلي في المباراة ازاي تستغل الخورة احنا هنا اتكلمنا للحلقة اللي فاتت ان decenter اذا لم أرسل كولر بيفكر في الهجمة من اهم الحاجات الشغول اللي بيشتغل عليه انه بعد ما انطع الكرة يا يامل ايه وده كان اللي يعني كان ينقص النادي الأهل في المباراة ده ريدا سليم بص يا أحمد التلاتة بص وسط ملعب الوسط تلاتة واحد فقط معلش وإحنا شايفين الكادر ده واللقطة دي بما أنه إحنا ما نجحناش أفت حولات أو فكر مارسل كولور كان مبني على أنه يأمن دفعيها ويحاول يخطف بمرتد يخطف يعني سرعات في ملعب زي ده في مساحات زي دي محتاج سرعات هل كان مباراة راس حربة صريح زي مودست أو صلاح محسن أرجع للفات بس يعني كان أفضل أنه التركيبة الهجومية تبقى معتمدة على العيبة كلها عندها السرعة والمهارة اللي تقدر تستغل المساحة وتقدر تعمل الهجمة المتدة لو راس حربة أنت هتطلع عليه راس حربة محطة يقدر أنه يستلم يستلم في وسط الملعب وتقدر تطلع عليه ماشي إنما لو راس حربة بص إحنا لو كملنا في الحالات يا أحمد عشان أوريك الكامل ده أنت بتسأله كله موجود دقيقة بص دي حالة الضغط النادي الأهلي بيضغط من الديقة خمسة ضغط متقدم جدا على زي ما أحمد تتكلم في حالات صندون زي بص بيضغط الكرة دي اللي هتنتهي لرمي التماس آه الحالة اللي بعدها على طول بص بقى انت بص خلينا نكمل حالات يمكن كابتن خطيبه دي واحدة طبعا حاجة احنا مستنيانها كابتن خطيب وصل تمرينة النادي الأهلي دلوقت وانتو عارفين طبعا تواجد كابتن خطيب في المواجهات يعني في لحظات اللمسات النهائية للمواجهات دي أكيد طبعا بيفرق بشكل كتير جدا ليه رصيد كبير جدا عند جمهورنا دي أهلي وبالتأكيد دي رصيد كبير جدا عند اللعيبة وليه طبعا من التأثير ومن الخبرات اللي ممكن يضيفه بتواجده في تمرينة الأهلي النهاردة أنا مرة أحمد بمناسبة دخول كابتن الخطيب أو حضوره للتمرين مرة لعب كرة يعني لعيب في النادي الأهلي قال لي كلمة عمري منساه قال لي انت متخيل أنا بلعب في الملعب وكابتن الخطيب اللي هو بقى في أزهاني اللي هو أسطورة الكرة المصري بيتفرج علي فأنا يعني أنا لازم أعمل أحسن والله العظيم أنا قسم على الهواء لعيب في النادي الأهلي ولعيب مهم جدا قال لي كده قال لي أنت كابتن الخطيب بيتفرج علي فدي حاجة حافظ كبير جدا وبالمناسبة دي بنقول طبعا كابتن الخطيب كل سنة هو حضرتك طيب طبعا بمناسبة هو كابتن الخطيب يتفرج علي أنا ممكن ألعب بشبه ببعدي كده نتمنى إن شاء الله أن اللعبة تستفاد من الحافظ الكبير خلينا نروح لفصل السريع ونرجع بعد الفصل نكمل كلامنا عن مواجهة الأهلي وسعى ندعونا